كيف استطاع القرآن؟ قبل أن يفتح أسوار البلاد بأسيافه جثت البشرية يا محمد ارفع رأسك وستعضه فيجيب بعينين الدامات أمتي أمتي قد جئت به قد جئت به إليك ظهر الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي لكن كيف كانت البشرية تتعيش آنذاك تعالوا معي إلى الماضي السحيق إلى القرن الخامس والسادس الميلادي تعالوا معي إلى الهند انتشرت البرهمية وهي التي تسمى الهندوسية في الهند التي بلغ عدد الآلهة التي كانت تقدسها في القرن السادس الميلادي إلى 330 مليون إله ذكر ذلك المؤلف آرسي في كتابه الهند القديمة وصاحب كتاب الهندوكية السائدة لقد عبدوا كل شيء تقريبا في هذا الوجود حتى القرد والفئران بل حتى الأعضاء التناسلية للرجال والنساء لقد بلغوا قاع الانحطاط العقائدي والذي أدى بهم إلى الانحطاط الأخلاقي لأن انحراف الدين يعني انحطاط الأخلاق في هذا العصر القرن الخامس والسادس الميلادي برزت الهند في العلوم الرياضية والفلك والطب والفلسفة أما في الجانب الديني والأخلاقي والاجتماعي فقد بلغت الانحطاط كما اتفقت على ذلك كلمة المؤرخين جميعا وانتشرت الخلاعة في كل مكان حتى وصلت إلى المعابد أما المرأة فلا قيمة لها ومن الممكن جدا أن يخسرها زوجها في القمار وإذا ما تزوجها لا تتزوج وقد تبقى بلا معيل فتختار إحراق نفسها لتنقذ نفسها من جحيم الدنيا لقد عانى الشعب الهندي في ذلك العهد من الاضطهاد الطبقي الذي أسسه لهم الدين الفاسد هناك علاقة وطيدة بين فساد الدين وفساد الأخلاق بين فساد الدين وبين الظلم لقد قسم هذا الدين الفاسد الشعب إلى أربع طبقات طبقة الكهنة ورجال الدين وهم الذين اطلق عليهم البراهمة هم الذين خلقوا كما يزعمون من فم الإله ثم الطبقة الثانية وهي طبقة رجال الحرب وهؤلاء الذين يسمون كشتري وهم الذين خلقوا من ذراع الإله ثم الطبقة الثالثة وهي طبقة الفلاحة والتجارة وهم الذين يطلق عليهم الويش هم الذين خلقوا من فخذ الإله ثم طبقة الخدام وهم الذين يطلق عليهم الشودرة الذين خلقوا من رجل الإله ثم الطبقة المنحطة المنبوذة وهي الدالت البرهمي باعتقادهم معذور حتى ولو قتل العالم كله ولا يجوز فرض الجباية عليه لماذا؟ لأنه في الطبق العليا ولا يعاقب بالقتل ما ما فعل أما الشودرة فعلى العكس ليس لهم حق التملك على الأطلاق ولا يجوز أن يجالسوا برهميا ولا أن يمسوه بأيديهم ولا أن يتعلموا الكتاب المقدس هذه القوانين كلها موجودة في قانون شاستر ومن القوانين المتوحشة الجائرة أنه إذا مد أحد المنبوذين يده إلى برهمي ليضربه قطعت يده وإذا رفسه برجله قطعت رجله وإذا سبه بلسانه اقتلع لسانه وإذا جالس أحد المنبوذين برهميا كوى الملك إسته ونفاه من البلد وكفارة قتل الكلب والقطة والوزغ وكفارة قتل رجل من المنبوذين سواء لذلك نقول بأن انحراف الدين يؤدي حتما إلى انحدار الأخلاق لكن ماذا بشأن الجانب الآخر من العالم تعالوا معنا إلى أوروبا كانت أوروبا في القرن الخامس والسادس الميلادي تعيش في ظلمات الجهل والأمية والحروب الدامية وصفهم البروفيسور ثيلي في كتابه تاريخ الفلسفة بأن أجسادهم كانت قذرة ورؤوسهم كانت مملوئة بالأوهام أما المؤلف ليكي في كتابه تاريخ الأخلاق الأوروبية فوصفهم قائلا بأنهم كانوا يزهدون في النظافة واستعمال الماء وأن الرهبان كانوا يعذبون الأجساد وكانوا يتناقشون هل مرح حيوان أم إنسان هل لها روح خالدة أم ليس لها روح خالدة هل لها حق الملكية والبيع والشراء أم ليس لها ذلك انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى قسمين الامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية الرومانية الغربية أما الغربية فكانت تحكم أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هذه الدول أما الامبراطورية الرومانية الشرقية وهي التي كانت تعرف بالامبراطورية البيزنطية وهي التي يسميها العرب الروم كانت تحكم اليونان الدول البلقان آسيا الصغرى الشام مصر أفريقيا الشمالية وكل الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط وعاصمتها القسطنطينية يقول المؤلف وولتر وولبانك والمؤلف الأستير تايلر في كتابهما الحضارة ماضيها وحاضرها بأنه كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية البيزنطية فقد عمت الرهبانية الرهبانية تدعوك إلى الهدوء وإلى التواضع لكن العجيب أن الناس انشغلوا في ذلك الوقت بالجدل البيزنطي وانشغلوا باللهو واللعب والطرب والترف كانت هناك ميادين رياضية ضخمة جدا تسع لأكثر من ثمانين ألف متفرج يتفرجون على ماذا؟ على مصارعات بين الرجال والرجال وأحيانا بين الرجال والسباع الأسود والنمور وأحيانا يجبر الشخص على مصارعة السباع أما سوريا وهي إحدى ولايات الدولة البيزنطية فقد بلغ بهم الاضطهاد إلى أن اضطر بعضهم لبيع أولاده ليسدد الديون التي عليه لم تستطع الرهبانة والدين الفاسد أن تقاوم هذا الطغيان الأخلاقي بل كان الدين الفاسد سببا أساسيا في الانحدار الأخلاقي لكن ماذا عن فارس؟ تعالوا معي إلى فارس أما الدين المجوسي الذي كان سائدا في فارس وهو الذي يسمى أيضا الزرادشتية المجوس لماذا سميت المجوسية؟ المجوس هي إحدى قبائل الفرس ممن اعتنق الزرادشتية وسميت الديانة بهم لأنهم كانوا سدنة هذا الدين سدنة الدين الزرادشتي اختلف العلماء في حقيقة زرادشت هل كان نبيا من عند الله سبحانه وتعالى ثم طرأ التحريف على ديني كما حدث مع موسى وعيسى وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي أن كان الأمر فلن يغير من حقيقة المجوسية التي كانت تقدس الشمس والقمر والنار والماء وتعبدها أربع مرات يوميا ولا يدعون النار تنطفئ ألبتة وكانوا لا يدعون المعادن تصده لأن المعادن عندهم أيضا مقدسة كما ذكر ذلك أرثر كريستنسن في كتابه إيران في عهد الساسانية واعتقدوا بإله النور والخير وأسموه يزدان وهناك إله آخر وهو إله الظلام والشر وأسموه أهرما وأن الصراع بينهما دائم إلى الأبد كانت فارس في ذلك الوقت أعظم حضارة وأبهة من الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعد انشقاقها عن الغربية جاء رجل يقال له ماني في أواء القرن الثالث الميلادي ليجدد الديانة المجوسية التي تسمى الزرادشتية وغير فيها بعض التغيير دعا ماني فارس إلى ترك التزوج لماذا استعجالا لفناء البشرية وحسما لمادة الشر والفساد في العالم يقول بأن البشر هم مادة الشر والفساد في العالم فيجب أن نحسم هذه المادة بترك التزوج لتفنى البشرية وبذلك أن تصر النور على الظلام وفي كل فكرة متطرفة يجب أن تولد فكرة متطرفة على النقيض من ذلك ظهر مزدك في القرن الخامس الميلادي ودعا إلى إباحة الأموال والنساء وأن الناس شركاء في المال وشركاء في النساء أيضا عكس ما دعا إليه ماني لكل فعل ردة فعل لذلك الأفكار الأرضية تتلاعب بالبشرية التائها لذلك كانت الغواء يدخلون دار الرجل ويستولون على ماله وعلى زوجته انتهكت الأعراض كما يقول آرثر كريستنسن في كتابه إيران في عد الساسانيين ونشأ هناك جيل بلا كرامة كما يقول آرثر وانتشرت ثولة الفلاحين وكان اللصوص يدخلون قصور الأغنياء وينهبون الأموال ويخطفون النساء العراض ويستولون على الأموال والأملاك والعقارات وأصبحت الأراضي الزراعية مغفرة خريبة لماذا؟ لأن الملاك الجدد لا معرفة لهم بالفلاحة تماما كما حدث مع بعض الدول العربية بعد الإطاحة بالملكية كانت فارس في ذلك الوقت تعاني من فوضى فكرية عارمة كانت متأرجحة بين المزدكية الإباحية والأبيقورية الأنانية والتنسك المغالي فوضى فكرية هذه نتيجة حتمية لتحريف الدين وكانوا يعتبرون الإمبراطور من نسل الآلهة وكانت موارد البلاد رهن إشارة الملوك الذين غرقوا في الترف واللذة صنعوا إيوان كسرى صنعوا بخار كسرى بساط الربيع صنعوا تاج كسرى وبجانب هذا الإغراق في الترف كان الشعب في فارس يعاني البؤسة والشقاء يرزح تحت أثقال الضرائب والإتاوات وكان وقودا حقيرا في حروب طاحنة لا شأن له بها بين الدولة الساسانية والبيزنطية ما مصلحته فيها لا شيء هربوا إلى الأديرة لماذا؟ فرارا من الضرائب والخدمة العسكرية كما يقول آرثر كريستنسون في كتابه إيران في عهد الساسانيين لقد كانت فارس في ذلك الوقت متطورة اقتصاديا وعسكريا وصناعيا لكنها كانت منحطة أخلاقيا يزدجرد الثاني الذي حكم فارس في القرن الخامس الميلادي يعني قبل قرن تقريبا من ظهور الإسلام ومبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يزدجرد الثاني هذا تزوج ابنته ثم قتلها كما في كتاب تاريخ المؤرخين في العالم كذلك بهرام جوبين الذي ملك في القرن السادس الميلادي تزوج أخته ماذا يقول آرثر كريستنسون في كتابه إيران في عهد الساسانيين يقول بأن زواج الإيرانيين في ذلك الوقت بالمحارم كان عادة وكانوا يعتبرون القومية الفارسية هي أرقى القوميات في العالم وكانوا ينظرون إلى القوميات الأخرى بعين الاحتقار والازدراء كان الأكاسرة ملوك فارس يدعون أن دماء الآلهة تجري في عروقهم واصدقهم والشعب على ذلك لذلك كان الفرس يعتبرون ملوكهم من نسل الآلهة وأن الملك يجب أن يكون من نسلهم هم لا ينافسهم فيه إلا ظالم حقير فهم وحدهم من يحق لهم أن يلبسوا التاج ويجبوا الخراج فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة المالكة إلا طفلا صغيرا ملكوه عليهم وإن لم يجدوا إلا امرأة وضعوا على رأسها التاج لذلك ملكوا عليهم الطفل أزدشير ابن شيراويه وهو ابن سبع سنوات وملكوا عليهم بوران بنت كسرة كانت فارس تعاني الطبقية في ذلك الوقت وهي نتيجة حتمية لاعتقادهم بألوهية الأكاسرة كانت الحكومة تمنع أن يشتري عوام الشعب عقارة لأمير أو سيد من أنت حتى تجلس على دابة جلس عليها السيد فلان من أنت حتى تنام على سرير نام عليه السيد فلان من أنت لذلك تفاجأ المغيرة رضي الله عنه وارضاه حين عبر الجسر الفرس فرأى السادة عليهم أتيجان وهم يرتدون أثياب المنسوجة بالذهب ومدوا البساطة غلوة يعني غلوة يعني مقدار رمية سهم ورمية سهم تقريبا ثلاثمائة ذراعي يعني مئة وخمسين متر تقريبا بساط على الأرض طوله مئة وخمسين متر لا يستطيع المغيرة أن يصل إلى كبيرهم إلا إذا مشى على البساط الطويل الممدود فالمغيرة تفاجأ بهذا الأمر أقبل عليهم المغيرة كشأن العرب في ذلك الوقت وله أربع ضفائر يمشي على البساط حتى جلس مع كبيرهم على سريره كعادة العرب فوذهبوا عليه وجروه وأنزلوه من هذا السرير وتفاجأ المغيرة من ذلهم لكبيرهم فقال كلمة عظيمة في الحقيقة قال كانت تبلغنا عنكم الأحلام يعني كانت أخباركم تصلنا عنكم بأنكم حكما أصحاب عقول كما هو موجود في زماننا اليوم حين نسمع عن بعض الدول الكبيرة بأنهم إنسانيون محترمون وهم على خلاف ذلك فيقول كانت تبلغنا عنكم الأحلام يعني العقول ولا أرى أسفه منكم إن معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه هذه الصفة الجميلة للعرب مهدت لهم الطريق ليحملوا رسالة الله إلى كل العالم لا يوجد هناك عظيم من البشر كلنا سواسية كانت الصين تسودها في ذلك الوقت الديانة الطاوية وهي ديانة لاوتسون والديانة الكونفشيوسية والديانة البوذية كل هذه الديانات هي ديانات وثنية لكن بينها فروق طفيفة كذلك كانت الأمم في آسيا الوسطى والشرقية غارقة في الوثنية والتخلف في شتى الميادين أما مصر فكانت إحدى ولايات الدولة البيزنطية الغنية لكن مصر لم تستفد من هذا الغنى شيئا كانت تعاني من الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي في ذات الوقت لقد اتخذ الروم شاتا حلوبا يحسنون حلبها ويسيئون علفها لقد شقيت مصر بالسلطة الدينية كما شقيت بالسلطة السياسية أما السلطة الدينية فلم تستفد مصر منها شيئا سوى المناظرات والخلافات حول طبيعة المسيح والجدالات الفلسفية والنقاشات البيزنطية أما السلطة السياسية فلم تجد منها سوى الاستبداد وسرقة الثروات لم تتمتع مصر في ذلك العهد بالحرية السياسية رغم كونها مستعمرة رومية ولم تتمتع كذلك بالحرية الدينية رغم كونها نصرانية أرثوذكسية ماذا يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب قال كلاما عظيما دعونا نقرأه سوية يقول لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية هذا من يقول غوستاف لوبون أكرهت مصر على انتحال النصرانية ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم وتنتظر ساعة تحريرها من براث قياصرة القسططينية الظالمين إذن من الذي أنقذها من هذا الظلم؟ كما يقول غوستاب لوبو الفتح العربي الذي هو في الحقيقة الفتح الإسلامي إذن كانت مصر في ذلك الوقت تعيش في خلافات دينية شديدة بين أهل الدين الواحد كلهم أرثوذوكس الإمبراطورية الرومانية البيزنطية أرثوذوكس والنصارى في مصر أرثوذوكس وكان بينهم خلاف شديد جدا والسبب هو اختلافهم في أمور دقيقة دينية يصعب فهمها وتحريرها وكل فريق يستدل بنصوص دينية محتملة مشتبهة تقوي مذهبه هو فتفرقه كل حسب بما لديهم فرحون إليك وإلا لا تشاد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب وفيك وإلا لا تشاد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب وفيك وإلا لا تشاد الركائب وفيك وإلا لا تشاد الركائب وفيك وإلا فالرجاء مضيعون وعنك وإلا فالمحدث كاذبون لديك وإلا لا قرار يطيبني عليك وإلا لا تسيل السواكب عليك وإلا لا تسيل السواكب إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب وفيك وإلا فالمؤمن خائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وفيك وإلا فالرجاء مضيع سناك وإلا فالبدور غياهب لديك وإلا لا قرار يطيبني عليك وإلا لا تسيل السواكب اشتركوا في القناة